شكراً يعني كنا حاب نتكلم على الرقمنا وعلى التحول الرقمي اليوم جنرال مون الناس يحسبوها موضة ولا عندهم ولا استعمال وسائل وأجهزة تكنولوجية فقط صحيح أن الوسائل والأجهزة التكنولوجية في بغتده الإيكو سيستام نتاع الرقمنا والتحول الرقمي مما شيء هي الهدف هي برق وسيلة فالرقمنا بالنسبة لي أن الرقمنا هي منهج جديد في الحقيقة اللي جاء باش يخلق ذكاء ذكاء جماعي جديد يعني إنتليجانس كوليكتيف جديدة اللي بازي معنا أساسه هو تحسين المعيشة وتحسين معيشة الفرد والمجتمع هذه هي وتجعل المواطن أو الأساس من هذا المنهج هي أولاً مثلاً هي الشفافية والنزاهة والكفاءة والسرعة في التنفيذ والدقة إلى آخره كل هذه المصطلحات هي أساس المنهج الجديد في التحول الرقمي لأن في المنهج القديم كان المنهج القديم يعتمد على ذكاء جماعي بيراميدال معناها هرامي وإن كانت الوساطة وإن كانت الوساطة أهلي دوني المؤسسات اللي تعتمد على الإنسان والإنسان هذا اليوم عنده ماهوش مثالي معناها هذا المنهج معناه فيه عيوب اللي هي المصطلحة اللي قلتها مقبل معناها عدم وجود الشفافية عدم وجود النزاهة واليوم يعني التحول الرقمي رح يعطي رح يعطي معناها الثقة في اللاماشين يعطي اللي باش يعطيها في المؤسسات هذه والإنسان والإنسان هذا اللي خلى اليوم وشرا ننشوفه من بيروقراطية من هكا والرئيس كان أكد هذا في الحوار نتاعه الأخير اللي قال فيه أنا عندي ثلث سنين وانا نقول الرقمانة والرقمانة يعني هنا المشكلة في المؤسسسات هذه اللي راه يدير إن ريزيستانس بارابور للتحول الرقمي لأن ما تخرج عليها كو سا سوا آن بروبلم نتاع كفاء ولا آن بروبلم حاجة في نفسي نعم